انت كيف توصف علاقتك مع بناتك؟ في شوية هيكي غيري لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب كتير حلوة بس ما بيخلل أمر أنه تمرق بفترة البنتي اللي بتكون بعمر الخمسة عشر سنة شوية بيصير في خلل هون نتيجة عم بتكبر وبتندج وخاصة إذا كانت أمه شوية ملفتة للنظر مثلاً بيصير في شوية هيكي غيري قلت خلال قلت لما الام بتكون شوية بترتب بحالة تهتم بحالة بيصير في نوع من غيري بتحب هي كمان تكون قطيرات انه تكون ملفتة بس هون كمان المجتمع بيلعب دور انه وينما رحت مثلاً وينما كنت انه بيتأهر ويمكن بيهتموا فيك أكتر من ولادك مثلاً من الصبايا اللي بيكونوا معاك هون بيصير فيه انه لا لا مش أنا لا هي مثلاً هالغيري ولدت مشاعر مشاعر حقد مشاعر رفض نفور من الابن تجاه الام؟ ايه في رفض كان في كتير اشي رفض كيف كانت رفضيك؟ مثلاً بتاعي نروح نزيارة لنقول من نروح الزيارة لعنت حداً لا مامي أنا ما بدي روح روحي انت مثلاً طب بتاعي مثلاً روح لنجيب غراد مثلاً نعمل شوپنج أو شيء لا أنا اليوم بيش تلعبالي روحي انت هاي دي استقللية او رفض هاي دي كانت مش بدي تكون مستقلة لا لا مش استقللية لا أبداً ما بدي تكون معي باشية كون أنا متفوق علي ما هي شو ما بيكون أنا بدي أعمل مثلاً هي تقول لا بدي أعمل أنا هيك لما يصير في منافسة مين كان يربح؟ أنا لأنه يمكن ما كان فيها تعمل الأشي اللي بعملها أنا نفوذي بالحياة مثلاً أنه أنا عندي استقلاليتي ببيتي أنه أنا لازم كون مثل الماما أنه لازم أنا أعمل جهدي لحتى كون مثله لحتى يكون عندي صفاتي يكون عندي تصرفاتي هي مش طريقة التعقيد طريقة أنه ما شو كانت معقدة؟ يعني ما قلت تعقيد يعني بس هي كان أنه كيف جسمها كان أملة من جسم يعني كانت شوية ملانية يعني مت تحس أنه شو ما كنت ألبس أنا يثبت علي مثلا هي لأ كذا الشغل يبدي أشتغل عليها لحتى تثبت عليها دراسة ببيطانية بتقول أنه في 2013 نشرت بتقول تقريباً 42% من النساء بمنتصف العمر بحبوا يبينوا أصغر سناً للنجاح بالحياة الشخصية والاجتماعية والمهنية حضرتك تهتم بحالك مجرد أناقة أو لتبيني أصغر بالعمر والدراسة بالعلم الدراسة بتقول أنه النساء بحاجة يبينوا أصغر بالعمر أكيد كمان أنه المرة بتعتمد على الأشياء عند إياها براسة هالفكرة ودجالة أني أنا أنيقة من قبل يعني من قبل ما بلجت أني أكبر أنه أنا دجالة بحب إهتم بحالي ومش غلط إذا المرة بتهتم بحالها لتبين أصغر بالسن؟ الطبيعة 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 ترجمة نانسي قنقر